هذا تيم فلسطيني جابولي يا شباب مبارح من الأراضي المسروقة وإن شاء الله نصر لأهلنا بالقدس وبهاية المناسبة المباركة حابب وجه تحية باسم الشعب السوري لأهلنا بفلسطين وأهلنا بغزة الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن شاء الله نصر حليفكم وإن شاء الله يفرحكم مثل ما فرحتونا بعموم بلاد المسلمين وبالنسبة لزراعة التين من خلال التعقيل نقدر نزرع بالشهر الواحد والثاني والثالث بعد هذن الأشهر ما نقدر نزرع التين من خلال التعقيل إلا من خلال هاي الطريقة نجيب قلم أوقص يكون طوله من 10 إلى 20 سنطي نحدث شق بالقلم من الأسفل حتى يستسهل عليه يشرب ماء بعد زراعته ولازم يكون فيه بالقلم من برعمتين إلى ثلث براعم بالقلم من الأعلى ولازم نغسل القلم قبل زراعته حتى نزيل المادة الصمغية أو المادة الحليبية بعدين نغرس القلم بالتربة بعمق 6 أو 7 سنطي ونكبس التربة على القلم بهذا الشكل ونسقي القلم ونحطه بمكان مضيء وخلال شهر ونص تقريبا القلم رح يصير فيه أوراق ورح يصير فيه جذور حاليا بدي أطالع القلم حتى أشوفكم جذوره وبالنسبة لنوعية التين هذا هذا تين سوري الثمرة تصير صفرة كبيرة وبس تستوي تبلش تتشقق قشرته من الأطراف بدون ما تنفتح الثمرة والثمرة حلوة مثل العسل ونسبة التين هذا قليلة موجودة في لبنان أنا ذكرت لكم في بداية الفيديو هذا تين فلسطيني من باب التذكير بفلسطين وبالقضية الإسلامية لكن هذا التين تين سوري وموجود منه نسبة قليلة في لبنان إذا بدك تحصل على هذا التين لازم تجيبه من مصدر موسوق هذا التين ينزرع من خلال التعقيل بشهر الواحد والثاني والثالث بالنسبة لزراعته بغير هذا الأشهر نقدر نزرع من خلال الترقيد الهوائي وإذا بدكم أشرح لكم طريقة زراعة التين من خلال الترقيد الهوائي اكتبوا لي بالتعليقات شجرة التين إذا بدك تحافظ على ثمارها لازم تزرع النوعية لكويسة ومو كل أشجار التين تتحمل الري وقت الشجرة تكون مثمرة بكثير من أشجار التين بس الشجرة تكون مثمرة والثمار قبل ما تنضج لازم تقطع عنه المي إذا ما قطعت عنه المي الثمار كلها بده تتشقق وبده تخمج وتدود أما باقي أنواع التين والأغلبية لو سقيت الشجرة هي مثمرة ما رح يأثر على الثمار لذلك أنت بدك تجيب الشجرة على حسب مكان زراعتها إذا كانت عندك بالحديقة أشجار حمضيات وبدك تزرع بحرف شجرتين لازم تجيب شجر ما يتأثر بالمياه وقت الشجر يكون مثمرة أنا استخرجت شجرة التين فقط مشان تشوفون جذورها إذا أنتم زراعتم بهاي الطريقة ما لازم تطالع الشجرة وتقسل جذورها بإمكانك تنقلها على الأرض المستدامة هي وتربته بعد إخراجها من السطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة كان معكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته